شاهدين أصبح الإعلام الرقمي بشتى وسائله وأنواعه المحرك الأساسي لكثير من القضايا والأخبار وقد يصل لدرجة أن يقود الأوركسترا في صناعة الكثير من الأحداث لكن أين يكمن دوره تحديدا على مستوى القضية الفلسطينية فعليا تنقسم الآراء حول أهميته تجاه قضية حارجة جدا لشعب واجه احتلال من 70 سنة ما بين دوره في كسب الرأي العام العربي والعالمي وما بين عدم جدوى لذلك اليوم أصدقائنا سيكون حديث مفصل لدينا حول كيفية استثمار الإعلام الرقمي والدور الذي يمكن أن يلعبه تجاه القضية الفلسطينية مع ضيفنا بالاستوديو الصحفي عبداللطيف نجم مدير العلاقات الرقمية في منتدى تواصل الدولي أهلا وسهلا فيك سيد نهارك سيد نهارك أعطيكم العافية سيد صباحكم يسعد صباحك يا رب يعني خلينا ندخل بداية مباشرة في الموضوع أنه الإعلام الرقمي تتعدد وسائله وأشكاله فعليا كيف يمكن أن نستثمر كل هذه الوسائل والأشكال لخدمة القضية الفلسطينية بشكل فعلي ويكون له بالفعل جدواه في الواقع الإعلامي جميل يعني إحنا وأنتم يعني أسياد المهنة كما تعرفوا الإعلام إلى دور مهم بالتأكيد في نشر أي قضية وفي وصولها إلى العالمية الإعلام الرقمي اليوم ما عاد مجرد وسيلة أنا بنشر عليها يومياتي أو بتواصل مع أصدقائي أو مع العائلة أو الآخر يعمل الرقم اليوم مؤثر وبشكل كبير اليوم سياسات دول تصنع من خلال ملصات تواصل الاجتماعي يعني ترامب اليوم هو رئيس أكبر دولة في العالم قبل ما يطلع على التلفزيون يصرح أو يحكي أي تصريح نقرأ التصريح على تويتر وبجزء إذا أنتم تابعين خلال السنة الأخيرة فقط هناك أزمات دبلوماسية حدثت بين بعض الدول بس لأنه وزير خارجية تصرح تصريح ووزير خارجية الثاني يصرح رد عليه وهكذا الشاهد أن الإعلام الرقمي بلا شك مؤثر وفعال ومهم التحدي الأكبر هو أنه إحنا كيف نستخدم الإعلام الرقمي وكيف نوظف الإعلام الرقمي في خدمة منصرة القضية الفلسطينية من المحزن بصراحة أنه إحنا لساتنا في هذا الإطار يعني مثل ما بيحكوا بالعربي العامي عم نحكي مع بعض عم نسولف مع بعض يعني ما خرجنا للإطار الدولي ولا تصر رسالتنا إلى العالمية معظم الصفحات الكبرى الموجودة على منصات الإعلام الرقمي التي يتابعها ملايين هؤلاء هم عرب يعني إحنا نتكلم مع العرب وليس كل العرب يعني حتى إذا أنت حللت هذه الصفحات تجد أن من يتابع هذه الصفحات هو الشخص المهتم بسياسة هذه الصفحة وليس بالشأن الفلسطيني حتى يعني انظر إلى التضييق فلذلك هناك مشكلة حقيقية أنه إحنا لا نصل إلى العالمية لذلك نحن هذا العام في منتدى تواصل في مؤتمرنا الثالث كانت رسالتنا واضحة بأننا نريد أن ننتقل من الخطاب المحلي الضيق حتى من الخطاب العربي إلى الخطاب العالمي لذلك شعار المؤتمر لهذا العام هو فلسطين تخاطب العالم ومن أصل 500 ضيف سيكونوا متواجدين من كبار الإعلاميين والمؤسسات الإعلامية في المؤتمر هذا العام تقريبا 40 أو 45% من الحضور هم من الأجانب وعندما أقولنا الأجانب لا أعني من لغة واحدة يعني هناك من القارة السمراء وهناك من أمريكا اللاتينية ومن أمريكا التي نعرفها ومن بريطانيا ومن غيرها من الدول لذلك هناك عبئ كبير حقيقة يقع على النشطاء الفلسطينيين وعلى المؤسسات الفلسطينية التي تعمل في هذا المجال أنه فعلا لازم ننتقل إحنا بإعلامنا وبلغتنا الرقمية إلى العالمية لأن الحديث المحلي لا يجدي نفعا حقيقة أو إذا كان مفيد فهو مفيد في إطار التوعية يعني كلنا اليوم منعرفه بصير بفلسطين وكلنا عندنا مشاعر باتجاه فلسطين وكلنا يمكن متفقين على أن الصح هيك والغلط هيك يعني مع بعض الفروق النسبية أحيانا ولكن الغربي اللي قاعد برا إذا ما أخذ الرسالة مننا إحنا رح يأخذها من الآخر وهذه مشكلة حقيقية يعني إذا رسالة فلسطين عم توصلها من الآخر وأقصدنا الاحتلال والاحتلال نشيط بالمناسبة جدا في موضوع الإعلام الرقمي فأكيد رح توصل الصورة مغلوطة وليس كما نتمنى نحن بل كما يتمنى هو بالفعل كما تطرقت أستاذ عبداللطيف يعني لكل يعلم ولكن هذا الشيء اللي عم تحكيه بده جهد كتير كبير بأهدافكم بالمؤتمر يعني رح ينعقد بالسابع عشر من نوفمبر الحالي من أحد الأهداف مثل ما حكيه تفعيل دور الإعلام الرقمي الفلسطيني خبرنا كيف رح يكون هذا الشيء إحنا نتواصل منذ انطلاقاته عام 2014 بالمناسبة هو مؤتمر يحقد كل سنتين مرة فمنذ انطلاقاته منذ عام 2014 كان هناك توجه واضح انه لازم يكون للإعلام الرقمي نصيب في المؤتمر وكان فيه ورش عمل وبمناسبة احنا ورش العمل في تواصل بالضرورة ينبثق عنها مشاريع عملية يعني احنا نبثق عنها لاحقا مؤتمر التفاعل للإعلام الرقمي يمكن استراكات موجودة في المؤتمر رشافت كان مؤتمر فقط مختص بالإعلام الرقمي لأنه وجدنا لاحقا انه رغم حتى انه كان في 2014 و2016 وهي 2018 في جزء يتحدث عن الإعلام الرقمي لأنه وجدنا انه هذا شيء يعني اكبر من انه نختزله يمكن بورشة عمل او بدورة تدريبية فقررنا انه نخرج فيه في نشاط خاص ومفصل ومع ذلك احنا السنة في عنا دورة تدريبية خاصة في الإعلام الرقمي وفي آليات مواجهة الدعاية كيف احنا نكون الدعاية هاي نستقبلها وكيف نواجهها بدعاية مضادة ودعاية واعية يعني مش بس ان نواجه الدعاية نقول لا هذا كذب لا كيف ان نواجه الدعاية بدعاية مضادة واعية وهناك ورشة عمل تتحدث عن الإعلام الرقمي الفلسطيني الى العالمية ونتأمل ان ورشة العمل هاي يخرج عنها يعني مشاريع حقيقيا قدر نفذها على ارض الواقع كما يعني كان في الاعوام السابقة جميل طيب في حديثك انت لماحت لبعض النقد على ربما اداء النشطاء الفلسطينيين على مواقع التواصل الاجتماعي انا حابة ندخل صراحة بتفصيل اكثر يعني اذا كان في لديكم نوع من الدراسات او على الاقل المعلومات او تفصيل اكثر تقييمي لأداء النشطاء الفلسطينيين هل تجد على سبيل المثال يتجه للعاطفية اكثر من العقلانية اي اكثر الامور التي يتم التركيز عليها في خطابنا الفلسطيني على مواقع التواصل جميل هل احنا في عنا مشاكل عديدة صراحة في هذا المجال اكبر مشكلة تواجهنا هي الحزبية يعني ما بدي اعطي نسب لكن جزء كبير من الاعلام الرقمي الفلسطيني بشكل عام اعلام حزبي الان اذا استثنينا الاعلام الحزبي وروحنا باتجاه الاعلام المحايد على قلته اللي انه جيد وهناك جهد جبار ومبارك صحيح يبذل في هذا المجال ولكن هذا الجهد يعني لا زلنا في النطاق الفلسطيني اذا خرجنا شوية في النطاق العربي ولا يوجد نطاق عربي نطاق دولي يعني لا نجد صفحات مثلا متميزة تتحدث باللغات الاخرى سواء الانجليزية او اسبانية او غيرها وتخاطب الاخر بلغته لكن في حملات فلسطينية صدرت ببعض اللغات الاجنبية انجليزية او اسبانية العديد من اللغات يعني ما كان فيه الها جدوى من واقع صحيح انا متابع جيد لها هذه حملات لعلك تعرفين ذلك شوفي انا المشكلة الحقيقية اللي دائما بحكيها هو ما بحب اجامل حد في هذا الموضوع انه احنا نتجه باتجاه الشغل غير المخطط له وهذه هي مشكلة بمعنى انه احنا بنعمل حملة ومنحقق وصول عالي وهذا جيد ومبارك ورائع ولكن ماذا بعد السؤال الجوهري اللي لازم نطرحه دائما في اي نشاط نقوم به ماذا بعد يعني انا كيف بدأ استثمر هذه الحملة كيف سأستفيد من هذا الوصول الذي حققته يعني احنا بالعادة بعد الحملة يعني خلص يعني بجوز نتابع شوية متابعات بسيطة ونعود يعني مثلا ما بتحكي رجعة الأديمة لعادة الأديمة لا يعني انا بتقديري انه احنا عندنا مشكلة في المتابعة وهذا اهم من النشاط نفسه احيانا يعني احنا لما نتحدث عن الحملات الإعلامية لها عدة مراحل اخر مرحلة في الحملة الإعلامية هي المتابعة والتقييم لا بد انه يكون باستمرار في متابعة والتقييم واتلافى نقاط القصور وجدت والحملات القصيرة بصراحة احنا مشكلة حملاتنا معظمها حملات قصيرة المدى بمعنى انها بتكون ايام وتنتهي احنا بحاجة الى حملات طويلة المدى قضيتنا عمرها سبعين سنة اليوم فيعني من غير المنطق انه انا اجي والله بدي احكي للناس عن وعد بالفور بيومين اخصص ثلثة مع صاعات بدون اليومين وبعدين خلص الاصل ان يكون الحملات طويلة اكثر وممتدة اكثر الاصل ان يكون صفحات متخصصة تحكي عن وعد بالفور وصفحات متخصصة تحكي عن الاستيطان وصفحات متخصصة تحكي عن القدس وصفحات تحكي عن اللاجئين وهكذا 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 عندنا حوالي 6000 اسير في السجون لا أجد صفحات متخصصة بلغات أجنبية تتحدث عن معاناة أولا أسرة عندنا جدار يذبح فلسطين ذبحا وينتفكها انتهاكا لا نجد صفحات متخصصة تتحدث عن هذه الممارسات سواء باللغات العربية أو غير العربية نحن عندنا قصور حتى باللغة العرية أحيانا يعني معظم صفحاتنا صفحات عامة للأسف تبحث عن الوصول تبحث عن التفاعل وهذا مهم ومطلوب يعني هم ما راح يستمر إذا ما فيه تفاعل ما فيه وصول ولكن أين اللغات الأجنبية أين التخصص أين التثقيف أين التوعية هذا غير موجود غائب عن صفحاتنا بشكل كبير عندنا القدس 6000 مشكلة تتعلق في القدس فقط من إغلاق البوابات إلى الاقتحامات اليومية أنا أسأل أين الصفحات الفلسطينية أو المواقع الإخبارية التي توثق الانتهاكات أنا كنت بشتغل على انفوغراف قبل أيام دخت وأنا ببحث عن موقع فقط يحكي لي كم عدد الانتهاكات التي حدثت في القدس من عام 2018 ما بدي بعيد كثير بس من أول 2018 إلى هلأ ما وجدت تجد إحصائيات هنا وإحصائيات هناك متفرقة بدك تجمعيها وتبذل المجهود وأحيانا تكون غير دقيقة لأنه ما فيه تخصص ما فيه ميزانيات توجه باتجاه هذا الأمر هذه مشكلة حقيقية قضية فلسطين ليست فقط قضية أرض محتلة يعني قضية فلسطين فيها العديد من التركيبات والعديد من المشاكل والعديد من التفرعات كل التفرع من هذه التفرعات بحاجة الصراحة إلى صفحات وإلى مواقع التي تتحدث عنه وإلا للنصل بالفعل طيب أستاذ عبداللطيف كيف تقيم قدرته لدولة الإعلام الرقم الفلسطيني بتقييم الأحرى كيف تقيم دوره بمخاطبة الفئات جميعا سواء العربي أو العالمي اللي هنا مع أو ضد شوفي على المستوى الفلسطيني جيد جيد ومطلوب أكثر على المستوى العربي أيضا جيد ومطلوب أكثر أزمتنا صراحة إحنا في ملتقى تفاعل اللي عقدناه العام الماضي عملنا استبيان قبل الملتقى وأثناء الملتقى وبعد الملتقى ووجدنا أنه في عدة مشاكل يعاني منها الإعلام الرقمي العربي اللي بدي يشتغل لفلسطين هلأ خلينا عن الغرب شوية هاي المشاكل الأهمة أنه إحنا لا يجد تنسيق بين الفلسطينيين أنفسهم يعني كل ناس بيشتغلوا لحال لا يجد تنسيق بين الناشط الفلسطيني أنا أتحدث عن النشطة هنا كثيرا زملاء من الجزائر ومن المغرب ومن تونس ومن الرباط ومن مراكش ومن غيرها من الدول من موريتانيا إذا شئتي من ماليزيا من أكثر من دولة يقولوا إحنا بدنا نعمل حملة بدنا نعمل إشي يطلبوا مواد مننا لأنهم بيعتبروا مساكين والله بيعتبروا أننا المصدر ما بيعرفوا أننا فيه عندنا مشكلة أصلا فلا يجد تنسيق حتى بين الناشط العربي والناشط الفلسطيني علاوة على أنه لا يجد تنسيق بين الناشط الفلسطيني والناشط الغربي يعني هذه مشكلة بحد ذاتها لا يجد مكتبة مواد محترمة أستطيع الرجوع إليها في الوقت المناسب يعني أنا اليوم طيب بدي أشتغل إشياء في فلسطين بدي صور بدي فيديوهات بدي ملفات صوتية بدي عن جد إحصائيات دقيقة لما أبدأ أحكي عن اللاجئين لما أبدأ أحكي عن الأسر لما أبدأ أحكي عن يعني اليوم أنا بقرأ إحصائيات والله بدوك مرات طبعا أسد هدوله ولا أسد هدوله ولا هرد عمين يعني الصريح الصحيح عفوا الصحيح فيه جهد لكن جهد مبعثر بحاجة إلى تجميع وبحاجة أنه يكون في مكان واحد واضح أنه هذا يا جماعة أنتم بدكم إشي يحكي لكم عن اللاجئين هيا هون هذا المكان بيحكي عن اللاجئين هذا المكان بيحكي عن الأسرة هذا المكان بيحكي عن القدس وإلا رح نظلنا ضايعين إحنا بصراحة يعني ليس من باب التسويق ممكن تتأخر شوي لكنها في الطريق قادمة يعني هدف الاستطلاع اللي عملنا أنه نحاول نحل هذه المشاكل الأربعة والخمسة اللي تحدثت عنها وقدر الإمكان سعين أن نحلها في هذه الملصة لكن برضو هذا لا يكفي يعني إحنا في النهاية مؤسسة ضمن مئات المؤسسات التي تعمل لفلسطين المطلوب أنه من كل مؤسس فعلا يكون في عندها جهد ويكون في عندها مبادرة في هذا المجال عبداللطيف ألا توافقني من ناحية أخرى أنه هناك صراحة مشكلة في نشاط مواقع التواصل الاجتماعي بشكل عام يعني على سبيل المثال يعني بتلاقي أنه فيه كثير من الناس تتفاعل مع المحتوى العاطفي يعني ممكن مثلا يتفاعلوا مع صور الشهداء صور الجرحة لكن في المقابل لا يتفاعلوا مع الحقائق وبالتالي الحقائق والأمور الحقوقية حتى لو نشرت والمعلومات التاريخية حتى لو نشرت لكن لا تلاقي هذا التفاعل هذه المشكلة يعني ما ما لقيتوا حل إلها أو بتحاولوا قدر الإمكان أنكم توجهوا النشطاء للتركيز عليها بشكل أكبر 100% وهذا ما يدفع أصلا الصفحات لأنها تتجه باتجاه المحتوى العاطف حتى نكون واقعين لأنني عندي بنشر بوستات قاعد حقائق وكذا هذا صحيح المشكلة أين؟ المشكلة أن الموضوع مرة أخرى بحاجة لجهود جماعية يعني لو كل النشطاء وكل الصفحات الإخبارية وكل المواقع التي تتحدث عن فلسطين اتجهت باتجاه الارتقاء بالمحتوى الفلسطيني الناس مجبرة ستتفاعل مع هذا المحتوى سيصير فيه تنافس بالضبط لكن إذا أنا شايف أنها هي صفحة بتعاول ترتقي بالمحتوى لكن صفحات الأخرى لساتها باتجاه المحتوى العاطفي الجمهور يستسهل خلص بصير يتابع الصفحات الثانية يعني هو الموضوع بحاجة لجهود تكاملي التنافس مطلوب نعم وأنه أنا أدور على وصول وأدور على عدد لايك وشير ومش عارف إيش إلى آخره هذا مطلوب ومهم وأصلا ما بيستمروا لولا هذا الكلام لكن خلينا نتنافس بليفل عالي شوية بمستوى متقدم يعني الأخبار اليومية مهم أن أغطيها مهم أن أحكي للناس أنه فيه شهيد ومهم أن أحكي للناس أنه فيه مسيرة خرجة لكن لا تضيع الأخبار المهمة بين زحمة الأخبار الكثيرة التي تحدث يوميا يعني القدس نحن نتناولها في صفحاتنا إذا صار اقتحام لساحات المسجد الأقصى فقط إذا صار إغلاق للبوابات فقط طب يا عمي والله فيه عشرات المشاكل التي تحدث في ساحات المسجد الأقصى يوميا فيه نشطاء يمنعوا من الدخول إلى الصلاة فيه ناس حجات والله ما لهم أي ذنب يعني جزء الواحدة خمسين وستين سنة بس لهم تروح تصلي عادي بحطوا عليها إقام جبريهم ومنوع دخل على المسجد الأقصى هؤلاء لماذا يغيبوا عن صفحاتنا ليش ما منكلف حالنا ونروح نعمل مقابلات حتى في فئات أخرى غير أهل القدس يعني مثلا أهالي الضفة لا يتحدث أحد عن معاناتهم أهالي عرب الثمانية وأربعين أو فلسطيني الداخل أيضا لكي القضية الفلسطينية ليست مجرد كلمة قضية فلسطينية فيها عشرات التعقيدات وعشرات التفرعات مثلا على صعيد إذا إحنا بنت نتجه نشوف الجانب الإسرائيلي كيف يشتغل في الإعلام الرقمي الزملاء في مركز حملة وثقوا إحصائية وهي موثقة أنه كل سبعين ثانية كل سبعين ثانية هناك خطاب كراهية تبثه الصفحات الإسرائيلية والنشطاء الإسرائيليين باتجاه الإسرائيليين ولا ما أحكي خطاب كراهية مش مسبات يعني ما بحكي إنه شيء مسبات قد تكون دعوة للقتل قد تكون دعوة آه قد تكون دعوة للاعتداء للانتهاكات للضرب هذا موجود وهذا طبعا حسب منظمة حملة مؤسسة حملة وهي مؤسسة ناشطة ورائل في هذا المجال في الداخل الفلسطيني وأحد التقارير طلعت عليها قريبا ممكن من شهر 85% من الطلبات التي تتقدم بها الاحتلال التي تقدمها الاحتلال إلى إدارة فيسبوك يتم الإجابة لها يعني يتم الاستجابة لها والموافق عليها شو عن طلبات؟ يعني أغلق هذا الحساب أو احذف هذا المحتوى أو هذه الصفحة ما بيدنيها إلى آخر 85% من الطلبات يتم الاستجابة لها يعني هذا جانب آخر لماذا أنا أسوق هذه الأمثلة؟ لأن هذا جانب آخر بحاجة أنه نبذ الجود فيه أستاذ عبداللطيف عن كلام تثير في هذا الموضوع لكن شكراً على النصائح القيمة وأيضاً الأمور التي سلطتها عليها الضوء شكراً جزيلاً لك شكراً لكم الله يعطيكم العافية